سنذهب إلى الفنون وفي مدينة موناكو وفي إمارة موناكو معرض فن تشكيلي ضخم جدا يفتتح يوم 16 يوم الخميس المقبل يفتتحه الأمير البير الثاني أمير موناكو والأميرة كارولاين المعرض اسمه موناكو أليكزاندريا لوجراند دوتوري يعني الرجوع العظيم الموناكو الأسكندرية الرجوع العظيم هذا المعرض يضم 200 لوحة منها حوالي 90 لوحة من مصر فقط هذا المعرض اختار الأسكندرية لتكون متحدثا بصوت دول البحر المتوسط وهذه العلاقة وهذا الديالوج اللي ما بين مدن البحر المتوسط وبين أوروبا وبين فرنسا والفن التشكيلي الأوروبي واختار أن يعرض سواء عن طريق وزارة الثقافة ومتاحفها أو عن طريق الفنانين الكولكترز اللي عندهم مجموعة من المجموعات الخاصة اختار أن يعرض لمجموعة مهمة جدا من الرسامين 90 لوحة، سيف وادها موانلي، عبدالهادي الجزار، محمود سعيد، رمسيس يونان، فؤاد كامل، مارجرت نخلة، سمير رافع، خديجة رياض، زينب عبدالحكيم، كامل التلمساني يعني أسماء كبيرة لكل عشاق الفن التشكيلي يعرف ما هي هذه الأسماء وما قيمة هذه الأسماء هذه اللوحات تعرض بندية كاملة مع الكبار جدا حول العالم